الله 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 الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبة أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق الله العلي العظيم نحن في أجواء سورة النحل هذه السورة المكية التي تعالج في معظم آياتها قضايا العقيدة من تلك الخرافات التي كانت تسيطر على الجزيرة العربية أو في بعضها وإلى الآن هذه الخرافة موجودة أنهم كانوا يعتقدون بإلهين طبعا المشركون في الجزيرة العربية حسب التاريخ الذي نقرأه لم يكونوا يعتقدون بخالقين كما أشرنا سابقا كانوا يعتقدون بإله عظيم خالق وبأصنام هؤلاء هم الأرباب جمع الرب يعني هم الذين يديرون شؤون الكون هذه كانت عقيدتهم ولكن في بعض المناطق الأخرى كانوا يعتقدون مثل الفرس مثلا قبل الإسلام كانوا يعتقدون بإلهين إله الخير وإله الشر أهرى مزدى وأهريمن حسب تعبيرهم هؤلاء كانوا يعتقدون بهذه العقيدة في هذه الآية الأولى التي تلوناها يفند الله سبحانه وتعالى العقيدة الثنوية هؤلاء الذين كانوا يعتقدون بإلهين وهناك بعض الناس يعتقدون أو كانوا يعتقدون وإلى الآن بآلهة مو إله واحد إله للشمس إله للقمر إله للنجوم إله للبحار إله للأشجار وهكذا هذه خرافات كانت سائدة وإلى الآن في بعض المناطق موجودة طيب هذا يحتاج إلى استدلال يعني لا يمكن أنه رأسا الله يقول وقال الله المشكلة أنه أنت عندما تطرح عقيدة مقابل عقيدة يجب أن تأتي باستدلال ببرهان بدليل هما ما يعتقدون بهذه العقيدة فإن تقول لأنه قال الله شنون يصير هذا لا صبروا الآية التي تليها تشرح الدليل والبرهان أول شيء يقول وقال الله لمن قال لكل الأنبياء لكل الأنبياء بعث إليهم أن الله واحد أحد صمد فرد لا تتخذوا إلهين إما إله الخلق وإما إله العبادة حتى ما يصير هذا لأن إله الخلق هو الجدير بالعبادة لسه نشرح بالآية التي تلي إذا ثبت وهم كان ثابتا عندهم أن الله هو خلق السماوات والأرض وله ملك كل السماوات والأرض فالذي خلق هو الذي جدير أن يعبد لا غيره واضح يعني حتى إذا قلنا أن هناك إلهين عسب تعبيرهم إله للخلق وإله للعبادة مثل اللات أو عزة هذه الأصناع من اللي كانوا يعبدوها طبعا هنا لا أنسى أقول أنه لا تتخذوا إلهين يعني ثلاث آله ما يخالف أربع آله ما يخالف لا هذه من باب التعداد يعني إلهين فما فوق وأكثر سواء قلنا أنهم كانوا يعتقدون بإلهين خالقين كما كانت الفرس تعتقد كانوا يقولون كل شيء من الخير له إله الخير أهريمان عفوا يزدان وكل شيء من الشر يكون له إله آخر فك الشكل كانوا يعتقدون أو مثلا اللي يعتقد بإله للشمس وإله للقمر وإله للبحر البحار وإله للأشجار هذا يعتقد بكم إله كخلق أو قلنا أن المشركين كانوا يعتقدون بإله خالق وبقية الآله شنو كانوا معبدون يعني ما كانوا يعبدون الله قالوا يقولون الله خلق وراح ارتاح خلاص ما إلى الدورة من الذي الآن يدير الكون اللات العزة منات هؤلاء الأصناع ما الشكل كانت عقدتهم طيب وين الاستدلال الآن نقرأ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو يعني الخالق المدير المدبر الرب كل شيء إله واحد فإيا يفرهبون الرهبة الخوف بخضوع وخشوع إذا تردون تعبدون هذه إشارة للعبادة يعني أيها المشركون لا تعبدوا الأصنام هذه خرافة خشب تصنعه بيدك أو من تمر بعدين تأكل التمر لما تجوع أو تعمل من الخشبة باب لبيتك مثلا الشكل كانوا يعتقدون بعد فإيايه الله يقول أعبدوني أنا خافوا مني ارهبوا مني فإيايا فارهبون شنو الدليل وله ما في السماوات والأرض ما دام أنكم تعتقدون وتقبلون أن كل السماوات بما فيها من الأفلاك والمجرات والأرض وما فيهما كلها ملك مخلوق لله شوفوا الاستدلال هالشكل من خلق السماوات والأرض يقولون الله فهي ملكه نعم وله لام للملكية وله وله ما في السماوات والأرض مو بس السماوات كل شيء فيها أيضا ما فيها ما في السماوات والأرض ملك لله إذا هذه المعادلة عرفناها أن الخالق هو الله وهو المالك لما في السماوات والأرض فمن الجبدير بالعبادة هو الله سبحانه وتعالى استقلال جدا بسيط ومفهوم لكل الناس بدون أدلة معقدة فلسفية عرفانية ما يحتاج وله ما في السماوات والأرض طيب هذا الذي له كل السماوات وما فيها وكل الأرض وما فيها الدين أيضا بيده وله الدين واصبا هذا إشارة إلى القوانين التي يصنعها البشر عقول البشر كل منطقة تسوي قوانين للنفس هبعد طيب هل هذه القوانين مصنوعة للذي يستحق أن يكون صانعا لهذه القوانين أو لا الآن تسوي قوانين بعد فترة تشوفوا هاي القوانين ما مشت مو صحيحة تغيرها بعد فترة تغيرها بعد فترة تغيرها ليش لأن الذي صنعها كان ضيق العقل بشر بعدين منه يقول أنه أنت من حقك أن تصنع قانونا لي ليش مو من حق أنا أن أصنع قانون لك منه يقول يعني من أعطاك هذه الولاية من أعطاك هذه الولاية أن تقنن قانونا لي يقولون الانتخاب صحيح ما يخالف بعد فترة هذولا يرحون يجون نواب آخرين هم يقننون قوانين ثانية هذه للأمور المدنية ما يخالف من باب أنه واحد يمشي أموره أمور البلدية أمور النظام نظام البلد هذا صحيح أما القوانين التي تحكم المصائر البشر اللي هو اسم الدين بشكل كامل هذا لا يمكن أن يقننه أحد الذي يستاهل أن يقننه هو الذي مالك له نرجع إلى الآية وله يعني من من؟ لله سبحانه وتعالى ما في السماوات والأرض لهنانا كلنا نقبل الفطرة تقبل أن كل ما في السماوات وما في الأرض مخلوقة لله وملك لله فالعقل شي يقول يقول هذا الذي خلق ونحن كلنا مملوكون له هو الجدير أن يقنن دينا أن يؤسس دينا يعني إذا واحد سألك بأي مناسبة أنت متدين شنو الدليل العقلي هذا الدليل العقلي نكرر مرة أخرى من خلق السماوات والأرض وما فيهن الله من مالك هذه السماوات والأرض وما فيهن الله فالجدير به اللي هو خلقها وهو مالك لها أن يؤسس دينا واضح بعد أنا ما عندي هذه الأهلية أنت ما عندك هذه الأهلية أكبر عقلية في العالم ما عندها هذه الأهلية وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا واصب يعني لازم ودائم مرة شيء يأتي ويذهب وينتهي مثل ما قلت لكم ناس يقعدون يرتبون في الدين يجي ناس آخرين آخرون يرتبون دين جديد هذا مواصب هذا دين موقت دين موقت لفترة قوانين لفترة أما الدين الذي يؤسسه الله مالك السماوات والأرض وخالقها دينه واصب واصب يعني شنو يعني دائم لازم دوام ولزوم يعني لازم ملتزم ودائم لا يتغير هذا الدليل على أننا نعتقد أن الدين والأسس العقائدية للدين من آدم إلى خاتم الأنبياء محمد واحد اللهم صل على رحمه الله 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 نحن دائما لما نبحث مع شبابنا نقول شوفوا مقابل المدارس الفكرية التي يصنعها البشر جيب مدرسة فكرية مدرسة واحدة مدرسة سقراط مثلا مدرسة أفلاطون مدرسة فلان فيلسوف ما أجيب أسماء جيب مدرسة واحدة توافق بالكل مع المدرسة الثانية أنا شوي مطالع هالأمور يعني تاريخ الفلسفة المطالعة لم أجد أبدا من اليونانيين وإلى العهد الإسلامي لم أجد فيلسوفا واحدا ولو للمثال مع أنه تقدر تقول مئات الفلسفة إذا ما أبالغ إذا أريد أبالغ والآلاف مئات الفلسفة من اليونانيين إلى عصرنا الحاضر جاءوا وذهبوا وأسسوا مدرس الآن فكرهم موجود يعني نقرأ أحنا في الحوذات العلمية الأخوة يدرون نقرأ هذا حتى التلميذ يناقض أستاذه التلميذ بعد ما يدرس عند أستاذه ومعلمه آخر شي يقول هذا ما يفتهم في كتبهم موجودها مو أنهم من عندي أقول أفلاطون تتلمذ عند سقراط بعد ذلك في كتابه يقول هذا أستاذه ما كان يفهم هذا الشيء أسس مدرسة حديثة يعني جديدة معنى ذلك شنو أنه مو واصب شوفوا له الدين واصبا يعني دائما يعني الذي قاله آدم هو الذي قاله نوح وهو الذي قاله إبراهيم وهو الذي قاله موسى وعيسى وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله 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 محمد ليش لماذا لأنه أصحاب المدارس الفلسفية والعرفانية والعقائدية هؤلاء بشر بشر هؤلاء نحن عندما نقول الذي قاله نوح هو الذي قاله خاتم الأنبياء ذولا بشر بس ما منعدهم جابوا أتوا من الله سبحانه وتعالى ما جاءوا في شيء منعدهم يعني اللي يقول صحيح المفوض إليهم دين الله يعني شنو ولكن لا يشاءون إلا أن يشاء الله يعني موضوع اللي يقول النبي أو الإمام المعصوم مو من كيف يجيب من قبل الله يقول إبراهما من قبل الله موسى من قبل الله عيسى من قبل الله فلذاك تشوف الشريعة واحدة العقائد الأساسية يعني لسه مرة تقول أنه الصلاة في زمن عيسى شلون كان الصلاة في زمان شلون ذاك الفروع ولكن الدين العقائد الأسس الفكرية اللي اليوم نسميها المنظومة المعرفية هذه المنظومة المعرفية واحدة أما المنظومات المعرفية للفلاسفة للعرفاء خمسين شكل أصلا بعددهم لم أرى حقيقة يعني عندي إحصاء لم أرى فيلسوفا يوافق الفيلسوف الثاني في كل تفاصيل الفكري أبدا ما كل واحد يناقض هذا شنو معناته معناته أنا بالنتيجة أقبل سقراط ولا أقبل في أفلاطون ولا أقبل أبو علي سينة ولا أقبل صدر المتأل من أقبل يعني فترة أدرس هذا أقتنع بعدين أجي أدرس مدرسة فلان أكفر بذاك أكفر يعني ما أقبل أروح للمدرسة الثانية بعدين أجي إلى العصر الحديث إلى ديكارت إلى كانت إلى هيكل وهي الشكل أتحير يعني أما عندما أرجع إلى كتب السلف من الأنبياء والخلف كلها واحد هذا يسمى الدين الواصب يعني شنو الدين الدائم اللازم بدون أي تغيير وهذا دليل على أن الله واحد أيضا شوفوا الاستدلال وربع عضيجي أولا يقول وله يعني لله ما في السماوات والأرض كل شيء محكوم بملكية الله مخلوقة لله وله الدين واصبا معنى ذلك أن من له كل السماوات وكل الأرض وما فيهن ملك له هو الذي جدير أن يؤسس الدين واصبا دائما لازما إذا صار واضح صلى على محمد وعلى صلى الله وعلى وعلى محمد ما دام هالشكل أفغير الله تتقون شوفوا الاستدلال أكرر الآية بالدقة كلمة كلمة انتبهوا وله ما في السماوات والأرض هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية وله الدين واصبا فهو الذي يؤسس الدين أفغير الله تتقون تتقون يعني تعبدون تخشعون تتقون في أعمالكم فقط يجب أن نكتقي حرمات الله سبحانه وتعالى أفغير الله تتقون المفسرين يقول العبادة هنا منظوره يعني أفغير الله تعبدون ما دام له كل السماوات وما فيهن وما دام هو الذي يؤسس الدين فأنا يجب علي أن أعبد الله بعدين يؤشر إلى حالة جدا محسوسة عند القرآن لسه كلمة لطيف أقول عجيب ما كلمة أشرح القرآن أصلا القرآن ما كو مثلها أصلا صحيح ما كو مثلها ليش من الأمور البلاغية الموجودة في القرآن يجيب لك قاعدة عقائدية صعبة يفندها في آية واحدة بعدين يأشرك إلى قضية محسوسة رأسا يقول وما بكم من نعمة فمن الله ما يريد استدلال هاي النعم التي لا نحصيها ممن من يقدر يقول من أبويا من الحكومة من جدي من آبائي كلهم راحوا فنوا انتهوا شنو فمن الله كلها ما دام كل النعم أيضا من الله فيجب أن أعبد الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون من نراكب طائرة والطائرة بها توقع في المطبات أنا صاير معي عشرين دقيقة نحن جايين من بر نجي للكويت الله يحرس ها هذه طائرة من النوع الثقلي لشي سمو جامبو جيت حقيقة هذه بضخامتها والركاب اللي فيها والأمتعة كانت تهبط بشكل قلنا رحنا أصلا والناس كلهم أنا لازم الكرسي يقول يا الله يا الله الناس حقهم حقهم يصحهم يعني قلنا بعد فترة هم تصعد منا على يمين على الشمال كل الناس يقولون يا رب يا الله حتى الملحد حتى اللادين هذا شون معناته معناته الفطرة الموجودة في الإنسان إذا مسح الغبار عنها متى يمسح الغبار في وقت الشدة والسفينة لما تلطط في البحار الأمواج تجي الطائرة ما دي مشكلة تصير لا سمح الله زلزال لا سمح الله فيضان اللي يجي قبل كم يوم الله يحرس المنطقة منها إن شاء الله طيب هذا شون يصير وما لما أشوف الأفلام لما يصورون يد الزوب الواتساب كل اللي يصور يقول يا الله سبحان الله يا الله يا أساتر يعني شونو يعني وصل الأمر إلى أنه النعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر عندي مريض مثلا لا سمح الله بالعناية المشددة يقول ما كو حل هناك أفكر أنه أتوجه إلى الله وأخذ أتوسل بالمقربين إلى الله ما بيش قال يعني هو أيضا يرجع إلى الله أنا أتوسل بالمقربين إلى الله حتى شي سي حتى يشفعوا له عند الله فش يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون الضر كل شدة يسمى الضر مرض زلزال فيضان في الطائرة يصير مشكلة في السفينة يسمى الضر إذا مسكم الضر فإليه تجأرون تجأرون من كلمة الجؤار صوت الحيوانات خاصة الوحوش لما تبتلوا مشاكل عندها وجوع أو شي أي شي عندها في الصوت غريب هذا يسموه جؤار بدون أن تملك أعصاب تجأر هذه كلمة جدا قوية بالنسبة للحيوانات استفيدت هنا يعني أنتم بعد ما تملكون أي حالة إنسانية مثل الوحوش أجل لكم الله تجأرون الله يقول يعني تجأرون يعني تصيحون يا الله يا منقذ يا رب أنقذنا يا ساطر هذه حالة لا إرادية أصلا يعني ما ممكن أنت توصفها أنه استدلال دي يسوي قاعدين فلسفة دي فلسف لا 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 أوتوماتيكيا يصير عند الإنسان هذا الرجوع إلى الفطرة طيب بعدين ما يصير ثم إذا كشف الضر عنكم هذه هواية جاية في القرآن هذا التعبير أو ما يشبه هذا التعبير وهذا من الأشياء اللي الإنسان إذا شوية يخلو بنفسه العناد يخليه على كتر المعاصي شوية يتركها لحظات تأمل يفكر مع نفسه إيه والله صحيح أنا عندما أبتلى أتوجه إلى القدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى عندما يكشف الضر عني أنسه ثم إذا كشف الضرة الله كشف الضرة عنكم إذا فريق منكم مو كلكم طبعا فريق منكم بربهم يشركون هناك رواية مناسبة لهذه آية عن النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم من 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 يعلم أن لله عليه نعمة إلا في مطعم أو ملبس شنو 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 هذا معناته بعض الناس لما تسأله النعم يقولي والله الله لا يعطينا أكل لا يعطينا طعام كل الثمرات كل الأطعمة من الله ويعطينا ملابس بس هذا يفهم يعني شنو يعني يلخص النعم في المطعم والملوس هذا فهم يعني هذا حد فقد قصر عمله أو قصر عمله ودنى عذابه شنو معناه هذا وما من نعمة يقول ما كن نعمة أصلا في الوجود إلا أنه من الله وما بكم من نعمة هذه يسموها في اللغة العربية عامة بدون أي تخصيص ما كن نعمة من النعم التي نراها نعرفها أو نعرفها كلها من الله سبحانه وتعالى يقول بفعيل وإلى من أعطان هذه النعم بعضها نفهمها مثل المطعم والملبس يعني الطعام واللباس هذا لأنه يوميا نحن نشوف نعايش نفهمها ولكن كم من نعمة خفية أصلا أكو شيء غير نعمة هذا الخشب نعمة هذا الكتاب نعمة هذا الميكروفون نعمة هذا الهواء نعمة هذا الأكسجين نعمة هذا الضوء نعمة هذه الأجزة نعمة كل شيء نعمة وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون طيب ليكفروا بما آتيناهم ليش الشكل يصير الإنسان الغفلة تنتابه الغفلة تجعل بصماتها على القلب الإنسان أصلا ينسى بعد ينسى كل شيء ليكفروا هذا اللامة الغاية ليكفروا بما آتيناهم إحنا آتيناهم هذه النعم يكفرون بها فتمتعوا فسوف تعلمون اصبروا شوية يقال للكفات تمتعوا هذه الدنيا لكم ما يخالف استفيدوا منها الآن هذه الأمور اللي نسمعها نقراها في هذه الأخبار حقيقة واحد يقل شبيهم الناس شنو صاير بهم نحكي السياسة من يقدر نحكي السياسة كل واحد يهدد الثاني شنو صاير والناس شنو ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون هذه الدنيا لكم هددوا اسجنوا عذبوا اقتلوا اسفكوا الدماء كل ما تريدون سووا حرية بعد الله جعلنا أحرار فسوف تعلمون يعني راح تشوفون شنو راح يصير كم قتلوا من الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل قرآن يقول بعد شنو صار بالنتيجة دين عيسى ودين موسى موجود إلى الآن إسه شوية انحرافات بها كم عذبوا أصحاب النبي في مكة هذه السورة مكية بعد التوجيه هذه الآيات كانت تقرأ في مكة وكانت يعني تؤذي المشركين بالنتيجة يعني تخلي بصماتها على قلوبهم كم عذبوا بلال صهيب بقية عمار سمي قتلوها ياسر قتلوه شنو سووا محاصرة اقتصادية خديجة سلام الله عليها اللي احنا كنا هالأيام في ذكرى وفاتها يعني ثلاث سنوات في شعب أبي طالب ما عندهم أكل إلا تميرات أو تمرات شنو هذا فتمتعوا هاي الآيات شوكت نازلة في مكة نازلة فتمتعوا فسوف تعلمون أصبروا منه كان يقدر يقول هذه الكلمة ومنه كان يقبل أصلا نفس الحالة اليوم فتمتعوا أنا مارد أجيب أسماء فتمتعوا فسوف تعلمون الآية التي تليها الوقت انتهى حول أن بعض المشركين كانوا يجعلون نصيبا من نذورهم للأصنام إن شاء الله غدا نتلها أما الموعظة الليلية دائما عن عيسى عليه السلام قلت لكم قبل ليلى أو قبل ليال أن عيسى أتى في ظرف جدا حرج اليهود غيروا دين موسى حرفوا الكلم حرفوا التوراة سووا مشاكل كثيرة فكان دين عيسى ثورة يعني انقلاب فكري كان فكان يجب عليه أن يوصمهم أن يشد عليهم ولذلك إذا تروحون إلى وصايا عيسى وصايا جدا شديدة جدا قاسية يعني منها هذه الوصية يقول لأصحابه أرأيتم لو أن أحدا مر عفوا أرأيتم لو أن أحدا مر بأخيه فرأى ثوبه قد انكشف عن عورته واحد يمشي يشوف أخوه يعني صديق أقرب واحد اللي يعرفه أو ما يعرفه بشر ثوب مكشوف وأجل لكم الله العورة منكشفة مثال هذا أرأيتم لو أن أحدا مر بأخيه فرأى ثوبه قد انكشف عن عورته أكان كاشفا عنها يعني يجي أيضا يكشف أكثر أو يخليها الشكل أم يرد على من كشف منها يجي يستر مثلا نايم والثوب انكشف والعورة تبينت شي سوي الإنسان بطبيعته يجي يستر عنها يخلي ثوبة يجر حتى لا تنكشف عورته هذا 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 يسألهم قالوا بل يرد على من كشف منها لا يا نبي الله ما يصير شكل يستوي حتما يجي يعني بطبيعته الإنسان هكذا يجي يخلي أيضا فتقماش على بدن أو يرد الثوب قال عليه السلام بعدين ما أخذ الجواب منهم قال كلا بل تكشفون عنها انتوا لا أنا أدري أنه إذا شفتم السواحد حقيقة إذا شاه في الشكل نحن بالحج نشوف بعض الحالات نستر قال بل تكشفون عنها فعرفوا أنه مثل ضربه لكم عرفوا لا هذه ليست حقيقة مثل تمثيلية يسوي عيسى عليه السلام مثال يعطي فقال يا روح الله كيف ذاك شلون احنا ما يصغر الشكل نسوي قال ذلك الرجل أو ذاك ذاك يعني مثال الذي أنا ضربته ذاك الرجل منكم يطلع على العورة من أخيه فلا يسترها موعدة قوية في اليوم شفت واحد يحكي يحكي غيبة غيبة قلت لي يا فلان هذي غيبة قال لا هذي واقع يفكر الواقع مو غيبة قلت لي إذا مو واقع إذا مو حقيقي يقول التهمة تصير تعرفون الفرق بين الغيبة والتهمة أنتوا بعد أهل المجالس تعرفون الغيبة واقع يعني أنت تدري هذا مسوي هذا الشيء مو كذب ولكنك تذكر عفوا تكشف العورة كما يقول عيسى هذه عورة يعني ميرد أنه تكشف فأنت تجي أو شخص يجي ويكشف هذا الشيء المستور هذا يسمى غيبة أما الذي هو التهمة ما موجود فيه تجي تتهمه ذاك التهمة كل ما يكره الغيبة ذكر ما يكره الرجل وشوف الرسائل العملية كل ما يكره الرجل يسمى غيبة هذه نصيحة قوية كانت من عيسى عليه السلام لبني إسرائيل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا حتى نتحلى بالأخلاق الفاضل إن شاء الله اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم سبحان الله اشتركوا في القناة